تتواصل الحملة الوطنية للتطعيم ضد فيروس كورونا وص أقبال متواصل من قبل المواطنين والمقيمين بما يسهم في تحصين المجتمع ووقايته من الفيروس للخروج من دائرة الجائحة هذا وعلنت وزارة الصحة أن عدد من تلقى الجرعة الأولى من المطعوم بلغ حتى مساء أمس الأربعاء أكثر من 681 ألف شخص فيما بلغ عدد من تلقى الجرعة الثانية من اللقاح أكثر من 534 ألف شخص وكان الفريق الوطني الطبي قد جددت دعوة للجميع للأقبال على التطعيم وعدم انتظار توفر نوع معين مشيرا إلى أن جميع التطعيمات التي تمت إجازتها في المملكة أثبتت فعليتها في تكوين المناعة التي تسهم في حماية الفرد وتحصين المجتمع وكذلك فعاليتها ضد السلالات المتحورة من الفيروس ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة